ماتش المقولين وانعرف ماتش المقولين ده بالنسبة لك يكاد يكون حجر زاوية يكاد يكون منعطف حول التجاهة أو حول الخطط والأحلام بشكل كبير نظبوط انت شايفها الأول سوق قص ولا شايفها أنا بأخذ الإيجابي الحمد لله الإيجابي أن أنت دخلت نادي كان حلمي لك يعني لما تجي تبصت الوقت على 400 لعيب مثلا في الدورة الممتاز لو جيت تسألهم هدون كلهم أصلا منياتهم كده أنهم ما يروح نادي الأهلي حتى في النادي الكبير التاني اللي هو المنافس بتاعك فده ده الإيجابي اللي أنا بأخذون هي الفكرة تانية أن السيناريو الواحد كان حظت سيناريو تاني موضوع تاني مختلف خالص كان الواحد حزب نفسه الحمد لله كان عمل أربع خمس سنين كويسين في القناة الناس كانوا يتفرجوا عليك على طول فالسيناريو التاني اللي كان محطوط الحمد لله ما حصلش ولكن طبعا الحمد لله كله خير يعني المتش المقولين هو كان السيناريو أن إحنا المتش المقولين ده الميست الجوزي عمل فيه تغييرين آه هو أنا عشان الناس تبقى فاهمة بس أنا كان عندي حاكتين عندي التهاب في وطر أكيلس وعندي شوكة عظمية والحاكتين دول بيجوا بسبب الالتهاب الالتهاب ده بيجي بسبب أن أنت بتخش على متشاط وما بتكونش أخذ فترة إعداد كويسة لأن أنا جيت أنا أتمرنتش مع الفرقة على فكرة أنا لعبت متش التارسنة وأول مرة أشوفي الناس في المعسكر بالليل فطبعاً ده كان ده حاجاتنا بتحصلش يعني الراجل أنا عارف أنه هو كان مقتنع آه يعني هو الفكرة أنه هو حابب أحمد ومقتنع ومش هو بس حتى كابتل خطيب ذات نفسه كان أنا منساش حوالي 3-4 مرات يكلمني بعد كل متش أحمد احنا عارفينك احنا اتفرجنا عليك احنا على فكرة ما اتفرجناش عاليك سنة ولا متش احنا اتفرجنا احنا بقنا 3 سنين بنتفرج عليك فاحنا مقتنعين جداً بيك ما تقلقش وما فيش مشكلة واحنا في ظهرك يعني كانت خطيب ذات نفسه يعني لكنها طبعاً الموضوع كان فيه إصابة والإصابة دي كانت مفروض تريح سنت من أول ما جيت للأهلي يعني من أول ماتش ليك وانت بتلعب أساسي وقعت أساسي طول الوقت آه أنا لعبت 19 ماتش متتالي يعني طبعاً الثلاثة أربع الأولين بتلعب بمخزون بدني قديم عندك شوية بس بيحصل لك بقى مشاكل بيحصل لك لما تكتلعب لأننا بنلعب كنا أربع وحد بطول عربية ودوري بطول عربية ودوري وبعدين خرجنا لما لعبنا ماتش كان تهالي الهلال السعودي كان آخر ماتش تعدلنا وبعدين كابتن حسن ساعته أخذ قرار نحن ما نكملش ودخلنا كملنا في الدوري وبعدين في الكاس فطبعاً كان متتالي لقصة وطبعاً الماتش ده كان القابليه كان الامبي وأنا خرجت بين الشرطين هو هو اللي حصل خدت حقنا قصدك أنه اللي حصل في ماتش الامبي في ماتش القابل النهائي وكان بينه وبينه 23 يوم ما تمرتش خلص 23 يوم بس اللي حصل في امبي أنه أنا بين الشرطين طلبت منها بعليه أنا أطلع وأطلعت طبيب الفريق نفس القصة حصلت مني أنه مش قادر الحقنا بتاعت الكورتيزون دي بيتفك يعني بعد خلاص فعلى حظك بقى أنه بعدها كانت هو دخل هو أول ما دخل قال فليكس وعدل قاوت فقد دخل فأنا بسرعة وروح ترايح للدكتور أهاب ولتقول له على فكرة أنا مش قادر مش قادر أكمل عشان ما تعملوش ثلاث تغييرات فإلحق روح له طبعاً راح له رجع لا ياخد حقنا تاني فأنا بقى لا أخد حقنا تاني إيه الموضوع بتاعي يعني خلاص كده الدنيا وكانت نثبت بصراحة كان ليه موقف الله يرحمه يعني بصراحة الله يرحمه آه كان ليه موقف معي في اليوم ده أشهدله بصراحة يعني وقف وقال خلاص يعني الرجل رجلي واضح بسببنا يعني فلا أسطوب هنا خلاص كده مش هيقدر يكمل طبعاً بعد كده بقى تقلل كنت أخدت الحقنا وبتاع الحمد لله بس أنت سعيد بالتجربة ككل طبعاً إيجابياً أنت تخلت نادي أكبر نادي في أفريقيا أنا برضو في القناة مهما تعمل ومهما احنا خدنا احنا خدنا اللي هي كونفيدرالية اللي هي اسمها دلوقتي الدنعب أفريقيا كاس الخوس كانت سمعه احنا خدناها في 99 في القناة ولا حد سمع عننا ولا الحمد لله لعبنا 3-4 سنين حاجة محترمة جداً كنا بنكسب أهلي وكنا بنكسب زمالك في سنة في الزمالك كاسب سنة في 2000 تاعت كابتان أنور السلامة دي احنا خزمين الزمالك 3 مرات مرتين كاس ومرتين ومرة دوري بس في الآخر كان أحمد رضوان محدش عارفه لكن لما دخلت الأهلي طبعاً ده الموضوع بقى مختلف